أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية ماما جلالة الملك في قصر الحسينية حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز وتم تعيين وليد المعاني وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتعيين وليد المصري وزيرا للشؤون البلدية كما تم تعيين مجد شويكة وزيرة للسياحة والأثار وأنمار الخصاونة وزيرا للنقل تعديل ثاني يأتي بعد أقل من ثمانية أشهر على تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة حيث يأتي هذه المرة ليركز على أولويات العمل الحكومية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها خلال العامين المقبلين وصولا إلى مشروع النهضة صدرت إرادتكم الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز فالتعديل كان محدودا وجزء منه كان من داخل الحكومة نفسها عقب فصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة النقل وبهذا يعطى الوزير وقته في دعم الرؤى الحكومية تجاه قطاع النقل من خلال ربط وضبط وسائط النقل العام بمواعيد محددة ونظام إلكتروني نهيك عن تفرغ وزارة الشؤون البلدية لمهامها الرئيسية والتحديات الماثلة في بلديات المملكة كافة أما فيما يتعلق بملف التعليم الذي يحتاج نمطا ونهجا جديدا في ظل ما تواجهه مدارس عدة من اكتظاظ طلابي وضعف في بناها التحتية إلى جانب التعليم العالي بما يحتاجه من إصلاحات أما القطاع السياحي ينتظر مؤشرات تمهد الطريق أمام خطط مستقبلية ترفع رصيد المردود السياحي إلى البلاد خاصة لما يتمتع به الأردن من مقومات تجعله بأن يصبح وجهة سياحية متميزة إذن تعديل جديد يأتي وسط مزاج متشكك من تكرار الوجوه والبحث عن إجابة واقعية على سؤال الإنجازات وإحداث اختراقات أساسية وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها خاصة وأنها تبدو أكثر ارتياحا بعد أن أنهت الستة أشهر الأولى من عمرها وهي منشغلة في الإصلاحات الاقتصادية والسياسة الضريبية